من نيويورك وعلى مقربة من مبنى الأمم المتحدة انعقد المؤتمر الدولي الخاص باليمن الذي نظمته مؤسسة توكل كرمان بالتعاون مع جامعة فوردهام الأمريكية ووقف على أبعاد الأزمة الإنسانية وأفاق السلام في هذا البلد الذي يشهد حرباً شاملة منذ أكثر من أربعة أعوام المؤتمر شهد حضوراً متميزاً لشخصيات عالمية سياسية وحقوقية وأكاديمية اتفقت جميعها على إدانة استمرار الحرب في ظل سداد واضح أمام خيار العنف على نحو يجعل من إحلال السلام وضمان الاستقرار في اليمن ووقف تدخل القوى الإقليمية في شؤونه مطلباً ضرورياً ملحاً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه شخصيات شغلت واجهة المشهد السياسي والحقوق والإعلام الدولي كان لها بصمة في هذا المؤتمر من الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي مروراً بأربعة شخصيات نسائية حائزات على جائزة نوبل السلام تتقدمهن اليمنية توكل كرمان المؤتمر شهد انعقاد أربع جلسات عمل وقف المشاركون في الجلسات الثلاثة الأولى منه على جذور الصراع في اليمن وأسباب الاقتتال الداخلي وأثر التدخل الإقليمي في الحرب الدائرة فيه منذ أربعة أعوام وكذا تأثير القوى الدولية والأزمة الإنسانية وأثر الحرب على الفئات الضعيفة وانتهاكات حقوق الإنسان كما وقفوا خلالها أمام أولوية وضع اليمن في اتجاه السلام الدائم على ضوء الاتفاقات وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني ومبادرات السلام الأخرى وتلخصت أهداف هذا المؤتمر الأهم من نوعه في إبرز حالة حقوق الإنسان والانتهاكات الحاصلة وإشراك المجتمع المدني والجهات الرئيسية الأخرى في صورة ما يجري والعمل على استعادة السلام والعملية الديمقراطية وإعادة الإعمار في اليمن فيما شهدت الجلسة الرابعة مداخلات ورسائل لشخصيات النسائية العالمية البارزة الحائزة على جائزة نوبل وهنا اليمنية توكل كرمان والأمريكية جودي ويليام والإيرانية شهرين عبادي والليبيرية ليما جوبوي وتتصل بالعدالة الانتقالية والمصالحة وإعادة الإعمار وكيفية علاج اليمن وفي بيان حمل توقيعهن طالبت الحائزات على جائزة نوبل بوقف الحرب الدائرة وبوضع حد لتدخل السعودية والإمارات وإيران في شؤون اليمن في وقت شددت فيه توكل كرمان على أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع بين أطراف الأزمة وزيادة المساعدات الإنسانية على وجه السرعة واصفة الاتفاق بأنه كان خطوة هامة للسلام ولكنها غامضة وتحتاج إلى المزيد من الشرح كما يجب تعزيز آلية تنفيذها وشددت كرمان في الوقت نفسه على ضرورة عودة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وفتح البلاد لإعادة الإعمار وتعزيز اتفاقات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر